دكتور راجح داود حضرتك طبعاً يعني أنا عارفة أنك بتقول بلاش نقول كلمة موسيقى تصويرية أو سينمائية أو موسيقى تصويرية للمصرح اه ايه التسمية الأفضل؟ موسيقى الموسيقى اه فقط هي الموسيقى أصلحنا الموسيقى عند المصريين من قديم الأزل يعني هي الغناء احنا ما عندناش يعني الموسيقى يعني الغناء حتى الغاية دلوقت لو سألتي أي حد من أقربائك أو زمالك بتحب ايه في الموسيقى يقولك أنا بحب غنيت كذا اه محمد عبدالوهاب مكلسو مش عارف لان بتاعها والشباب يقولك الأفلام الغني المهرجانات أي حاجة يعني بس كلها بتدور بالأغاني لما جاءت طلعت السينما في الأول السينما في أواخر التلاتينات يعني والأربعينات كانت بتعتمد لازم يبقى فيه شريط الموسيقى فشريط الموسيقى احنا الموسيقى عندنا أغاني كانت الأفلام الأولانية معظمها بتعتمد على قصص بأبطالها مغنين زي مكلسوم وزي وليلة مراد بعد كده يعني كان دايما الغناء يعني الموسيقى اللي كانت في الفيلم كانت مرتبطة بأمياته غالبا اه 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 في معظم الأفلام تلاقي الأبطال مغنين حقيقين وبيغنوا بعد كده لما ابتدت السينما تتطور ويبقى فيه دراما وسيناريو وقصص مختلفة بقى عن فابتدى يبقى فيه احتياج للموسيقى فابتدى يبقى لازم تبقى فيه موسيقى من غير جولة فسموها موسيقى تصويرية ألا أنها خاصة بالتصوير يعني خاصة باللغة الصورة يعني لكن في الحقيقة هي مفيش يعني هو مصطلح هو شائع يعني بدناقوله يعني يعني الأفضل نقولي موسيقى سينماية أو موسيقى السينماية أو موسيقى المصرحية أو موسيقى تلميديا يعني عموما موسيقى